حلقة النهاردة كلها أخبار حنتابع فيها مجموعة من المواضيع أولها تعديل قانون الشهر العقاري والمادة 35 اللي احنا كتير مننا مش فاهمها يعني أنا شخصيا قريتها 35 مرة زي المادة 35 كده كل ناس كتيرة مش فاهمها وفيه أسئلة كتيرة هل هذه المادة حتسهل تسجيل العقارات؟ تسجيل العقارات موضوع مهم جدا موضوع مهم ليه؟ لأن احنا في مصر عندنا 95% من العقارات غير مسجلة طب إيه أهمية يا جماعة أن العقاري بمسجلة لأن أنا أقدر أروح البنك أخذ عليه قارد مثلا يبقى ثروة عقارية حقيقية لكن تسجيل العقارات في مصر كان قدامه كثير من العقابات منها الإجراءات الطويلة اللي بتاخد سنين طويلة ومنها أيضا التكلفة التكلفة عالية فيطر هذه المادة ستؤثر بالإيجاب وتيسر التسجيل؟ ولا لا؟ هل هي هتؤثر على سوء العقار سلبا وتخلي سوء العقار يغلي الأرقام؟ ولا لا؟ زي ما قلتلكم تسجيل العقار أمر شديد الأهمية ولكن حتى هذه اللحظة طبقا لمفهومنا كده من هذه المادة لسه الأوراق كتيرة لسه العقابات كتيرة محتاجين تيسي عشان التسجيل ده يكون مفيد ونافع وناجع وإن إحنا نقدر يعني نيسر على الناس أنها تروح وتسجل ونشجعهم على التسجيل ببساطة عايزين أمرين تيسير الإجراءات وعايزين أيضا تخفيض الأسعار تخفيض القيمة بصراحة القيمة غالية جدا 2.5% من قيمة العقار سيبكم من تكلفة الشهر العقاري مش هي دي أنت لما بتيجي تسجل بتدفع 2.5% من قيمة العقار ده رقم بيكون ضخم على كثير من الناس فبالتالي عندك نقطتين تيسير الإجراءات وتخفيض أيضا تخفيض الأسعار وده مهم جدا لكن التسجيل أمر مهم إذن النهار ده في حلقتنا هنتابع أيضا قضية تسجيل العقار وهذه المادة الجديدة اللي نتمنى أنها تكون بتيسر الإجراءات وحنحاول نفهمها يعني أنا شخصيا مش فهمها سحاول أفهمها مع الخبراء المختلفين